قياس الزوايا والقوس طول القوس كنا في الدرس الماضي أن قياس القوس هو عبارة عن قياس زاوية المركزية يعني لو سمينا النقاط A, B, C هنا قياس القوس A, B سيكون مساوى القياس هذه الزاوية إلا لوقصناها سنلاقيها 60 درجة صر نكتب قياس القوس A, B يساوي 60 درجة لكن احنا هنا نبغى نجيب طول القوس اللي هو هذا الطول يعني لو حطينا الحبل على هذه القطعة من الدائرة وفردناها وقصنا طولها نلاقيه 9.4 هذا هو طول القوس اللي نبغى نجيبه طب كيف نجيبه؟ تعال نشوف سوا شوف احنا نعرف أنه المحيط كامل يعني دورة كاملة من A إلى A طولها حيساوي المحيط C اللي هو 2 في باي في R يعني احنا دورنا 360 درجة عشان نمشي مسافة المحيط اللي هي 2 باي R طب احنا هنا ما نبغى نمشي دورة كاملة احنا نبغى نمشي بس هذا الجزء اللي هو طول القوس يعني حنمشي بس هذا الزاوية اللي هي قياس القوس يعني طول القوس لو سميناه L حيقابله قياس القوس اللي هو هنا 60 درجة يعني احنا مشينا بس 60 درجة على الدائرة وقطعنا مسافة قدرها L لو جينا قسمنا 60 على 360 هنلاقيها تساوي 1 على 6 يعني احنا مشينا 1 على 6 دورة او 6 دورة حول الدائرة ما مشينا دورة كاملة يصير برضو حنمشي سدس المحيط يعني لو قسمنا طول القوس على طول المحيط كامل لازم يكون يساوي 1 على 6 يعني انه طول القوس حيكون 6 طول المحيط يصر هنا نستخدم الضربة التبادلة يصر عندي طول القوس يساوي 2 في باي R على 6 نقيس ال R او نصف القطر نلاقيه 9 يصر نعوض هنا حيكون عندي طول القوس L يساوي 2 في باي في 9 على 6 لو حسبناها بالآل حسب نلاقيها تساوي 9.42 تقريبا نفس النتيجة اللي جبناها بالقياس طيب خلينا نراجعها تاني ونستنتج قانون نقدر نجيب به طول أي قوس على الدائرة قلنا هدفنا هنا نجيب طول القوس يعني المسافة اللي حنمشيها على الدائرة من هنا الى هنا وسمناها L نحطها هنا ولي حقابلها قياس القوس او قياس الزاوية المركزية دي خلينا نسميها بصورة عامة X درجة وحتكون مقابل L وحن نعرف انه قياس محيط الدائرة كامل عايز ساوي 2 باي R اللي قابله قياس زاوي الدورة كاملة اللي هي 360 درجة نحطها مقابل الـ 2 باي R في صير احنا نشوف قد ايش مشينا من الدائرة بالزوايا يعني نقسم X درجة على 360 درجة يصير نعرف الجزء اللي مشيناه بالزوايا وهذا حيقابله الجزء اللي مشيناه على المحيط يعني طول القوس على طول المحيط كامل يصير هذا هو القانون اللي نحتاجه عشان نجيب طول القوس على الدائرة L اللي هو طول القوس على المحيط يساوي X اللي هو قياس القوس على 360 درجة طول القوس اللي هو جزء من المحيط يقابله قياس القوس اللي هو برضو جزء من الدائرة ودحت نحط المحيط كامل يقابل دورة كاملة حول الدائرة اللي هي 360 درجة خلينا نحي المثال على الكلام ده هنا يقول اوجد طول القوس ZY في كل مما يأتي مقربا الى اقرب جزء من 100 طب نشوف اول رسمة شوف ZY هي هذا القوس ايش قياسه قياسه 75 درجة بعدين اعطاني نصف القطر R اللي هو باربع انش والمطلوب المطلوب طول القوس يعني المسافة من هنا الى هنا طيب نطبق القانون نقول L على 2πR يعني نسبة طول القوس الى المحيط كامل حيساوي النسبة بين قياس القوس X درجة على 360 درجة الدائرة كاملة نعود L احنا هنا نبغاها وهنا 2πR L عندنا باربع حيساوي قياس القوس اللي هو 75 درجة على 360 درجة بعد ضرب التبادل حيصير عندي طول القوس L حيساوي 75 درجة على 360 درجة بعدين هنا 2 في 4 حيصير 8 وباي تجي زي ما هي لو استخدمنا الالة الحاسبة حيكون عندنا طول القوس بخمسة فاصلة 24 تقريبا طب نشوف الدائرة الثانية يبغى طول القوس ZY يعني هذا القوس وعندنا قياس القوس 130 درجة والقطر كامل طوله 10 سنتي يعني نصف القطر حيكون 5 سنتيمتر والمطلوب طول القوس هذا يعني هذا المسافة طيب نطبق القانون طول القوس L على 2 باي ار حيساوي قياس القوس X على 360 درجة نعوض ونضرب تبادل مرة واحدة يصير طول القوس L يساوي X اللي اعطاني اياها ب130 درجة نحطها هنا على 360 درجة نضربه في 2 باي ار اللي هي 5 استخدمنا الالة الحاسبة وتطلع نتيجة 11.34 سنتيمتر ناخد اخر شكل هذه الدائرة وهذا القوس ZY وعطاني قياس القوس ب75 درجة ونصف القطر R ب6 انش نحط القانون لنعوض نسبة طول القوس إلى المحيط تساوي نسبة قياس القوس إلى 360 درجة يعني طول القوس اللي هيساوي 75 درجة على 360 درجة في 2 باي في 6 نحسبها بالحاسبة وتطلع 7.58 انش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر